أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الثلاثة 26 واحد القمر ما انتقل واستقر في برج السرطان هو اليوم في منزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 7 و16 دقيقة مساء من هذا اليوم يعني نفس يوم الثلاثة في ساعات المساء من يوم الثلاثة القمر رح ينتقل لمنزلة الطرفة أو الطرف وهي للمضرة والمشاكل طبعا بما أن القمر موجود في برج السرطان فتأثيره رح يكون على جميع الأبراج بالفترة هاي بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جوه من الأمان إلنا ولأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن ممكن يضرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية في ألبومه أو في ذكرياته يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أنه نشرب أو منشعر بحافز للالتهام لكثير للطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسية من بتكون فيه أوجها ووسعنا شراء عقهر وزراعة نبتة ماء أو شجيرة والانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت منتع في البيت طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا أول زاوية رح تكون زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وإورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة أو تسعة وأربعين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع بطيئة جدا ما بين الشمس وما بين أورانوس هي سلبية وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 47 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما بيتمرد بعض الأبناء على الأهالي غالبا تحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية أما دوليا فبدل تغييرات على تغييرات أو أزمة مفاجئة في الحكومة واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطة بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبالدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث على السك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام ساعة وحدة وست عشر دقيقة عصرا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر طبعا بالنسبة لأخلو المسار القادم بما أن القمر موجود بالسلطان رح يكون خلو المسار القادم يوم الأربعة سبع وعشرين واحد رح يبدأ في تمام الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى اليوم التالي أي ليوم الخميس تمام الساعة ثنتين واربع وخمسين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر لبرج الأسد بالنسبة لعمر القمر القمر المحدد 13 يوم في تمام الساعة 12 وتسعة واربعين دقيقة بعد الظهر بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة 90% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتعش اثنين منتحسة بنسبة أربعين في المية القمر في السرطان حتى يوم ثمانية وعشرين واحد سعيد بنسبة خمسين في المية أعطارد في الدلو حتى يوم ثلاثين واحد سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في الجدي حتى يوم واحد اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشرين خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبلوتوف الجدي حتى يوم سبعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكوا في أمور إلها صلاب البيت والعائلة لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا من التصرف العدائي وما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلامك الجارح برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وخصوصا القصيرة ولكن اتصالاتكم بتكون كثيرة كونوا أكثر صبر على الطرقات يهم مناسب لاجتياز امتحان حاول أنك تحبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة ما رح تهدأ وتيرتك خلال هذا اليوم برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو بحصل على هدية خففوا من النفقات ممكن اليوم تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوية معينة يعني كنت أنت تنتظرها وهي فرصة تفتح لأمامك أبواب الها علاقة بالحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح أي شيء دون سوء تفاهم برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم ابترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابية أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة هاي الفترة بتحمل تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لكم نشاطكم أو بتعيد نشاطكم لحياتكم اليومية يعتبر من أجمل أيام الشهر برج الأسد بيسيطر التعب عليكم يعني بسبب وجود القمر في بيت المتاعب حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما بتحمل بعض الخسائر والفشل أو بعض التعب خلال هاي الفترة ممكن تفشل أعمالك في حصد النجاح ويخيب أملك لتأجيل أو لإلغاء بعض الأمور في اللحظات الأخيرة برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أحدهم ما بيناسبك العمل اليوم إلا من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل أنت بحاجة لتحالفات بتفرح لتفهم الآخرين لا إلك وممكن تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل برج الميزان تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم اليوم مناسب لللي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف أو بيتعاون معك لا تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح يعني الفترة هاي فيها بعض القلق والتوتر برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظاً وبتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم إيش إنك ما تقف ساكن حاول إنك تتحرك وتستغل الفرص برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولأعادة بعض الأمور لنصابها حاذر مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن إنك تعالج موضوع مالي أو إداري برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفي هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزم ما ممكن تضطر للإبطاء في مسار لبعض الأمور والخطوات أو تغير نمط معين لا بأس في ذلك ولكن حاول إنك أنت ما تبطئ كثير لا توجه انتقاد لأحد ولا تستفز أحد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل حاذر من تراجع صحي غير الأولويات إذا دعت الحاجة ولا تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تقدم على فرصة مناسبة وتكون الأيام هاي مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك التعارف والارتباط نشاطتك متنوعة وثقتك بنفسك عليه وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا جيدة هذه فترة إيجابية حاول إنك تستغلها وترفيها عن نفسك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر